مساء الخير طويت صفحة الانتخابات ففتحت الأزمات دفاترها القديمة وبحاصل هو تحصيل للأزمة المعيشية عادت الطوابير إلى محطات المحروقات والأفران ومركز تعبئة قوارير الغاز ولأن استحقاق النيابة استهلك مخزون الفيول بالمكيول الانتخابي فالعتمة الشاملة آتية مع توقف المعامل عن إنتاج الطاقة أما الكسر الأعلى فناله الدولار بتخطيه عتبة الثلاثين ألفا وأول دخوله ترى صفة التحديات في الطريق إلى المجلس النيابي الجديد الحرس القديم طالب بالابتعاد عن الخطاب التشنجي والالتفات إلى معالجة الأزمات فيما النواب الجدد دخلوا الندوة البرلمانية آمنين وعلى أكتافهم مسؤوليات مضاعفة وتركة من الفساد ثقيلة لكنهم أصبحوا في صدارة التصدي لهموم الناس وتجهير الأصوات التي نالوها للصالح العام واستعدادا لهذه المرحلة عملت الجديد أو علمت الجديد أن اجتماعا يعقد في هذه الأثناء لأربعة عشر نائبا من قوى التغيير والثورة في أحد فنانق بيروت بهدف تأليف كتلة نيابية تخوض الاستحقاقات المستقبلية بموقف موحد وفي مقدمها انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب الرئيس والمشاورات الملزمة لتشكيل الحكومة لاحقا وفي المجلس النيابي الجديد خلط أوراق وتحالفات استحقاق أيار أصدر ورقة نعوى لاستفافات آذار وأعاد ترسيم الأحجام السياسية بقيبة مضافة للتغييريين وثبت بالوجه الشرعي في بيروت وترابلس وعكار وصيدة أن الصوت السنية بخير وأن انتفاضة السنة بدليل إبراهيم منيمن وعبد الرحمن البزري وأوسامة سعد نجحت في وجه رموز ترشحت لإعادتهم إلى بيت الطاعة وفي عملية ضم وفرز للنتائج عاد وليد جملاط بيضة القبان وشعار الدفاع عن حقوق المسيحيين معاد حكرا على رئيس التيار جبران باسيل حيث سيدلي سمير جعجع بدلوه النيابية في مؤتمر معراب غدا أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فلولا الإرادة الشعبية لما ترشح وخلافا للإرادة النيابية فلا شريك مضاربا له لرئاسة المجلس العتيد وعلى عرف احتكار الطوائف للرئاسات الثلاث فإن على النواب التغييريين والمستقلين مسئولية مضاعفة في كسر هذه الأعراف وخوض معركة الشخص المناسب في المكان المناسب إلى أي طائفة انتماء وبتجربة عابرة للطوائف فإن جاد غصن نموذجا يحتذا هو الأعزل إلا من المواقف الثابتة تحدى محادل السلطة السياسية والطائفية وسجل فوزا معنويا متسلحا بمواقفه لا بملايين الدولارات وأمام خطابات النصر والهزيمة كان رئيس تيار المرد الأصدق في التوصيف ورحم الله امرئا عرف حاصله فوقف عنده فبصراحته المعهودة قال فرنجي كتر خير الله زمطنا بريشنا وعند البطون تضيع العقول وإذ وصف الانتخابات بالمعركة الغريبة والعجيبة اعترف بتراجع الشعبية 15% في صغرطة وتقبل فوز قوى التغيير بالقول إنهم ليسوا بخصوم داعيا إياهم إلى مقاربة الواقع بعيدا من المثاليات والانفتاح وعدم المناورة اتبع فرنجي سياسة اليد الممدودة إلى قوى التغيير في بادرة تتخطى الاستحقاق النيابية إلى الاستحقاقين الحكومي والرئاسي نجح التغييريون في صناديق الاقتراع وأصبحوا صوت التشرينيين في ساحة النجم والصوت التشريعي بحاجة إلى ظهير في الشارع كما يحصل في سريلانكا ففي البلد الآسيوي الذي يعيش أزمة مشابهة للأزمة اللبنانية هاجم الشعب بيوت المسؤولين وأحرقوا مكاتبهم وقال القضاء كلمته إذ قررت محكمة كولومبو فرض حضر سفر على رئيس الوزراء بعد استقالته إضافة إلى 16 سياسيا آخرين إلى الخارج فهل يستورد لبنان التجربة السيلانية؟ ترجمة نانسي قنقر